اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امنا بالله صدق الله العلي العظيم المناسبات بمختلف اشكالها وانواعها سواء كانت مناسبات دينية او انسانية او اجتماعية او غير ذلك كل انسان يأخذ منها اولا بحسب افقه ثانيا بحسب استعداده النفسي والعقلي مثلها مثل التعامل مع الشخصيات والرموز كل انسان يأخذ من تلك الشخصيات ومن تلك الرموز بحسب افقه ثانيا بحسب استعداده النفسي والعقلي ولذلك تجد شخصية كالنبي الاكرم صلى الله عليه وآله على سبيل المثال الذين تعاملوا مع النبي الاكرم صلى الله عليه وآله ليسوا على نوع واحد استعدادات مختلفة فهم مختلف طبيعة نفسية ومستوى عقلي ايضا مختلف او مختلفة لذلك بعضهم حصل منه العلم والمعرفة مثلا عبدالله بن مسعود مثلا عبدالله بن عباس مثلا هؤلاء اخذوا من النبي صلى الله عليه وآله علم شخصيات اخرى اخذت تربية روحية ونفسية مثلا شخصيات اخرى اخذت رمزية اجتماعية لانهم هكذا كانوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وآله هذا اولا ثانيا استعدادهم النفسي والعقلي كان متجها صوب صوب الشيء الذي اخذوه عندنا شخصيات كثيرة عاشوا في عصر الحضور مع الامة الكرام عليه والصلاة والسلام شخصيات اخذت العلم والمعرفة ولهذا مو كل واحد صاحب الامام علي اصبح عالما اكو انسان صاحب الامام علي واصبح عالم مثلا سلمان على سبيل المثال مثلا ميثم التمار على سبيل المثال عمر بن الحمق الخزاعي مثلا اكو واحد صاحب الامام علي عليه صلاة والسلام اخذ منه مثلا الشجاعة لانه كان ينظر الامام على انه رجل بطل واراد ان ياخذ يعني تأثر منه من هذه الجهة اصبح وطلا ورقما من الارقام المشهودة مثلا كمالك الاشتر اخرون نظروا الى الامام علي عليه الصلاة والسلام على انه طاقة روحية عالية اصبحوا من العباد والزهاد كالذي قرأ عليه الامام علي سلام الله عليه تلك التوصيات المعروفة بصفات المتقين اللي اللي سأل الامام علي عن هذه المفردة والامام اجاب عليه ليظهر من الروايات انه بلغ درجة عالية من السمو الروحي تأثرا من كلام الامام علي لا ان وقع مغشيا عليه او انه مات هذا اخذ العمق الروحي من الامام علي اصبح رجلا عابدا متنسكا انت كيف تنظر لهذه الشخصية شوفوا حتى الان في علاقة مثلا المؤمنين او طلبة العلوم الدينية او غير ذلك مع المراجع الكرام مثلا شوف هذا واحد يأخذ العمق الروحي عنده هذا المرجع لان يلفت نظر هذا الشيء فيتعلم منه هذا الشيء شوف عشرين سنة يعيش معا وعشر سنوات يعيش معا شوف اخذ منه هذا البعد شخص اخر اخذ منه البعد الاخلاقي بينما اخر اخذ منه البعد العقلي البعد العلمي صار عالم صار فقيه كل انسان يأخذ الشيء الذي هو يعتقد ولهذا اقول بحسب الافق الان نحن عندنا الان هنا مناسبة تمر علينا هذه المناسبة العظيمة مناسبة النصف من شعبان نسأل الله سبحانه وتعالى ان لا يجعل مثل هذه المناسبات اخر العهد مننا وان يرزقنا العودة ثم العود ثم العود ان شاء الله نحن نحن في اتم صحة وعافية ببركة الصلاة على محمد وآله محمد هذه المناسبات كليلة القدر مثلا هي مناسبة ليلة القدر تستطيع ان تستفيد منها طاقة روحية تستطيع ان تستفيد منها علما ولهذا حتى في الروايات عندنا ان من الاعمال المشهودة والمحبوبة والمستحبة ليلة القدر مذاكرة العلم بل البعض يشير ان مذاكرة العلم ليلة القدر افضل من هذه الاشكال العبادية المعروفة عندنا كالدعاء والصلاة وغيرها كما اشار بعضها للعلم بامكان الانسان لا يتلقى اذر بامكان هي ان يخصصها لمذاكرة العلم يخرج بنتاج علمية هام بامكان هي ان يسخرها بؤرة للتزود بالطاقة الروحية او مركز اجتماعي يعني يصير بؤرة لتمتين العلاقات الاجتماعية كالحاج ايضا مناسبة اكو انسان يروح الحاج يرجع بطاقة روحية اكو انسان يروح الحاج يرجع بطاقة اجتماعية اكو انسان يروح الحاج يرجع بطاقة علمية وكيف الافق الذي رسمه هذا الافق كيف كان الان نحن في هذه المناسبة واختم هذه العبارة كل منا يأخذ منها اولا بحسب افقه يعني كيف ينظر اليها هذه المناسبة ماذا تزود هذه المناسبة. علاقته مع الامام صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف قائم عليه اساس هو كيف ينظر اليه اذا نظر اليه من البعد العلمي يتزود علما ومعرفة يصبح حجة للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومحجتي عليكم وانا حجة الله. اكو واحد ينظر اليها على انها مناسبة اجتماعية. يستفيد منها فوائد اجتماعية خاصة. اكو اخر لا ينظر اليها على انها مركز للاشعاع الروحي. ولهذا يستفيد منها طاقة روحية. يسخر كل الوقت ليلة نهارا على الاتيان بالاعمال العبادية فقط. فيستفيد نورا واشعاعا في داخله. فكل يستفيد منها بحسب طاقته. هي مركز. تستفيد منه بحسب ما تفهمه انت وبحسب الاستعداد النفس والعقل الذي تسخره من اجل الاستفادة من مثل هذه المناسبات. نسأل الله سبحانه ان يوفقنا وإياكم لكل خير. انه ولي التوفيق صلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمدين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة